بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة شرط واحد حدده لنا النبي عليه الصلاة والسلام لقبول التوبة كثير منا يخطئ ويذنب ويرتكب الكثير من المعاصي كل يوم ممكن أن يكذب ممكن أن يؤذي أحدا أن يتكلم بالنميمة على أحد أن يتكلم بكلام سيء على أحد أن يغضب أن ينفعل كثير جدا جدا الذنوب والمعاصي ولكن أيضا كثير من الناس يستغفر الله ويتوب إليه ويصلي ولكنه لا يطمئن أن ذنبه قد غفر يعني كيف أعلم أن توبتي قبلت النبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا شرطا وهو شيء بسيط جدا أيها الأحبة ولكن تطبيقه قد يكون صعبا بالنسبة لكثير من الناس ما هو هذا الشرط؟ استمعوا معي أيها الأحبة إلى هذا الحديث العظيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه إذا قبل التوبة ماذا؟ الاعتراف بالذنب مشكلتنا اليوم أيها الأحبة أننا لا نعترف بخطأنا وهذه مشكلة كبرى تعطل حياتنا بالكامل المريض إذا لم يعترف بمرضه لن يجد العلاج الذي يخطئ في قضية ما ثم لا يعترف أنه أخطأ لا يستطيع علاج هذا الخطأ أصلا فعلميا أيها الأحبة أنت حتى تعالج أي مشكلة أو خطأ يجب أن تعترف بوجود خلل في هذا المجال وبالتالي الاعتراف أولا ثم التوبة من الذنب ثانيا لذلك اليوم أيها الأحبة نحن في هذا العصر لماذا كثرت الهموم والمشاكل ولم نعد نشعر بلذة التوبة لم نعد نشعر بلذة العبادة لذة الصلاة لذة قراءة القرآن القرآن يقرأ علينا ليلة نهارا لا تدمع عيوننا لا تخشع قلوبنا لا تقشعر هذه الجلود كثير من الناس يشكوا يقول أنا لا أستمتع بالحياة طبعا لأنك لم تعترف بخطأك الذنوب أيها الأحبة ليست هي فقط الفاحشة أو أكل المال الحرام أو السرقة أو كذلك هناك كثير من الذنوب نرتكبها ولا نشعر أنت إذا كان لديك جار فقير جائع محتاج ولم تعطيه أنت ارتكبت ذنبا عظيما أنت إذا كان لديك الكثير من المال واختزنته ولم تنفقه في سبيل الله أنت ارتكبت لذنب عظيم يجب أن تعترف به انظر معي إلى هذه الآية الكريمة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله طبعا الذهب والفضة هي رمز لأي نوع من أنواع المال قد تملك عقارات أي شيء تملكه فائض عن حاجتك وتختزنه لمجرد الاختزان ولا تنفقه في سبيل الله ماذا قال الله عن هؤلاء فبشرهم بعذاب أليم طب كثير من الناس يملك اليوم الكثير من المال وهناك من يحتاج له وهو ينظر إلى عمله أنه حسن لا يعترف بذنبه كثير من الناس يعق أبويه كثير من الشباب لا يسعى لإرضاء الأبوين الله سبحانه وتعالى يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة شبهك بطائر يخفض جناحيه هكذا رحمة بأولاده رأفة بهم وكلمة الذل هنا ليقول لك كلما تذللت أمام أبويك هذا عز لك ورفعة لك في الآخرة وفي الدنيا أيضا يرفعك الله من تواضع لله رفعه الله فأنت طالما تنظر إلى أنك عندما تغضب وتنفعل بوجه أبويك ولا تبرهما ولا تخفض لهما جناح الذل ولا تحاول أن ترضيهما طالما تنظر إلى عملك هذا على أنه حسن إذن أنت لم تعترف بذنبك وبالتالي توبتك لا تقبل يجب أن تعترف بجميع أخطائك يعني اجلس الآن مثلا وراجع نفسك كم خطأ عندي أنا الآن إنسان ينظر لمشاهد حرمها الله ينظر لمقاطع حرمها الله ينظر لإمرأة نساء سواء في الشارع يجب أن تعترف أن هذا الذنب يخالف أمر الله هذه النظرة هي سهم مسموم من سهام إبليس النبي نها عنها أنت تخالف قول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعه أنت لم تغضض البصر اعترف أنك مخطئ أصبح الآن لدينا أمر طبيعي أحدنا يفتح الموبايل على نساء ينظر إلى صور ولا يغض النظر وأصبح الأمر طبيعي وهو لا ينتبه لهذه القضية ينظر ويتفحص ويتأمل ولا يدرك أن هذا خطأ فيجب عليك أن تعترف أخي الحبيب أن تعترف بوجود الخطأ طبعا قد تكرر هذا الخطأ الله غفوره الرحيم يعني أنت يجب أن تعترف بالخطأ ولكن أمامك إله عظيم جدا رحمته وسعد كل شيء قادر على مغفرة كل الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا لا تيأس من روح الله إذن أنا عندما يكون لدي ذنب حتى أتوب من هذا الذنب يجب أن أعترف أنني أخطأت وأعلم أن الله قادر على مغفرة الذنب ثم أتوب إلى الله فالله يتوب عليه لذلك حتى لو ارتكب الإنسان الفاحشة وفعل أي شيء الله يغفره له بشرط أن لا يصر على هذا العمل أي أن يعترف اعترف يعني اعترافك بالذنب هو دليل عدم إصرارك على الذنب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هؤلاء جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار يعني يجب أن تنظر إلى رحمة الله أكثر من نظرك إلى ذنبك اعترف به طب إلى الله ثم اشغل دماغك ووقتك بالنظر إلى رحمة الله لا تنظر للخلف الإسلام دائما يأمرنا أن ننظر للأمام ننظر لرحمة الله قل يا عبادي الله يخاطب هنا صنفا من العباد الذي زنى وشاهد الأفلام الإباحية وتكلم بكلام سيء وربما عق والديه وربما شتم وتكلم بكلام بذيء وآذى ناس وفعل كل ما تتصوره قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يخاطب هذا الصنف من الناس ماذا يقول لهم؟ بالنسبة لهؤلاء المنغمسين في المعاصي لا تقنطوا من رحمة الله القنوط بالطاء هو أقل اليأس لا تقنطوا من رحمة الله هنا فقط تنبيه القنوط بالطاء هو الخشوع وقوموا لله قانتين أي قف في الصلاة وأنت خاشع متأمل متدبر بينما القنوط بالطاء هو اليأس أو بعض اليأس لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ركز على كلمة جميعا دائما وأنت تتوب إلى الله تذكر هذه الكلمة إن الله يغفر الذنوب جميعا إذن كل الذنوب يجب أن أستيقن أن الله غفرها لي بمجرد أن أعترف وأتوب إلى الله وأبدأ أنظر للأمام وليس للخلف نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق